موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها المتابعون الأفاظل والكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن توجهات السلطات نحو الخيارات الأمنية المتشددة تجاه الشارع الجزائري كل المعطيات القائمة راهي تأكد بأن السلطات ستتجه نحو الخيارات الأمنية في مواجهة الشارع الجزائري وهو خيار رح يكون كارثي على الدولة الجزائرية ورح يكون تأثيرات سلبية على الأمن القومي الجزائري قد يقول بعض من وين جبتها الهدر أهالي؟ أراكم تخمموا؟ أراكم تتوهموا؟ أراكم تتخيلوا؟ أراكم كما يقولون قد يحكوا وش يحكوا؟ ولكن هذه الحقيقة لاحظتم ما حدث مع متقاعدية الجيش وهي فضيحة بمعنى الكلمة سبق عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 وش قال؟ قال قضية المشطوبية متقاعدية راهي عندي وقال ذكروني بهذا الفيديو وهذا التسجيل بالنسبة للشرطة بالنسبة لي عاودوا استدعاوهم الخدمة الوطنية الميل الفرع عندي أنا لما نتازم راني في ولاية راني في ولاية لي الكلمة تسوى فيها أطنان سجلها عليا سجلها عليا إلى قد الربي سبحانه والشعب قرر غدوة جيب هذا الكلام اللي نقول فيه جيب لي الشاريط قالها واش قلت في باتنا وراك ما تطبقش لكن للأسف الشديد بدل أن يحل هذه الأزمة شفنا كيف تم ضرب والاعتداء واستعمال القوة العمومية ضد متقاعدية ومشطوبية الجيش الوطن الشعبي حقيقة هؤلاء رجال أنا أعرف منهم الكثير صراحة وبكل صدق وموضوعية أنهم كانوا أبطال في مواجهة الجماعات الإرهابية أنذاك ولكن للأسف قوبل هذه الجهود وهذه التضحيات قوبلت بالإنكار والنكران وبدل أن الجيش الوطني الشعبي ينظر إلى هؤلاء لأنهم كانوا القوة الحقيقية في تلك المرحلة ودائما نقول نأكد بأن الجيش عانى الأمرين في مواجهة الجماعات حتى إذ طر إلى جماعات الدفاع الذاتي لتكون العون له في مواجهة هذه المحنة أو تلك المحنة التي عانت منها الجزائر وبفضل الله ثم بفضل هؤلاء نجح المؤسسة العسكرية في القضاء على تلك الظاهرة التي كانت أسبابها كثيرة ليس المجال باش نتحدثوا فيها وجههم بعنف للأسف الشديد ضربوهم فيهم ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة فيهم ناس فقدوا أطرافهم فيهم أشياء كثيرة وضع اجتماعي مزري سلطات بدل أن تستجيب لهم راح تتعاملهم للأسف الشديد واحد من القوة العمومية يخرج يضرب واحد كان في الجيش يوما ما وكان يكافح في الجماعات الإرهابية بتلك الطريقة الفضة والغريبة لم يقتصر الأمر على هذا فقط وهو الحل هو دراسة ملفهم ما التجربيهم؟ ما تخلوهم أيضا لقمة سائغة لأي أطراف أخرى قد تستعمل قضيتهم؟ ما الذي يضر الجيش الوطني الشعبي لكي يكافأ هؤلاء الرجال ويعطيهم حقوقهم ويعطيهم ويحق لهم طلبهم؟ هذا ما هم طلب مستحيل طلبين أشياء عقلانية هؤلاء وطنيين لم يرطموا في أي حظن أي جماعات ولا حركات وقفوا دافعوا على الجزائر في مرحلةها الصعبة والآن هم في مرحلة صعبة وما القاوش هذه الدولة اللي يدافعوا لها للأسف الشديد ما حدث لهؤلاء ستكون وص متعار في جبين عبد المجيد تبون في جبين شنقريحة وفي جبين كل المسؤولين في الدولة الجزائرية لم يقتصر أمر على هذا فقط شفنا والمعلومات تتحدث بأنهم يحضروا في بلطجية باش يخترقوا الحراك الشعبي ويأدوا به إلى العلم أيضا التغييرات الأمنية التي حدثت نحو الأمين العام الوزارة الدفاع وهذا عندها تتعلق بمشروع تفكيك تركة القايد صالح هذا واضح جدا وبين والذين يعرفون الجنرال غريس يدركون جيدا أنه من المحسوبين على القايد صالح والفريق سعيد شنقريح الآن في مرحلة تفكيك هذه التركة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للمشروع وحتى المشروع السياسي وشفناه الآن كيف لديه حضور وظهور في كل الأماكن عندما يظهر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بهذه الصورة فهو ينم على أمرين إما أن الدولة تعيش مرحلة حرب أو تستعد إلى حرب أو أن الجزائر تحت حكم عسكري ولا يوجد خيار ثالث الآن الدولة الجزائرية بين خيارين إما أنها تعيش تحت حكم العسكري أو أنه تستعد لحرب ما في الأيام القادم أو أنها تحت حكم عسكري وتستعد إلى الحرب هذه هي القراءة الموجودة إلى هذا الواقع وهذه الصورة التي تظهرها خرجات شنقريح الكثيرة حتى صار شنقريح هو اللي ينصب الأمين العام بالنيابة لوزارة الدفاع هو اللي ينصب المسؤولين هو اللي يشارك في الملتقيات هو وكذا 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 هو الكل في الكل مما يوحي أن قيادة الأركان هي الآن هي المؤسسة الكبرى والفاعلة والمهيمنة على الدولة الجزائرية وليست مؤسسة الرياسة كما قد يتوهم الله أمر آخر أنه أيضا هناك الخيارات الأمنية التي تستعمل تجاه الناشطين وتجاه بعض الحركيين في بعض المدن المعطيات المتوفرة لدينا تقول بأن السلطات الجزائرية تستعد إلى خيارات أمنية وتتجه نحو محاولات خلق الجو المناسب الذي يفرض إعلان حالة الطوارئ في البلاد حتى يتم وقف المظاهرات لأن المظاهرات تتصاعد الحراك صار يعود بقوة ليس الأمر يقتصر على ناس كانوا أصلا لم يغادروا الحراك بل الناس خرين كانوا توسموا خيرا في النظام ووثقوا في المؤسسة العسكرية ولكن خاب رجاؤهم وخابت ثقتهم وعادوا بقوة إلى حراكهم وهو أمر يحسب إليهم بعض الناس يقول لك هذا ما تكلحوا لا لا ما تكلحوش هؤلاء ضحوا في مرحلة معينة وثقوا في الدولة حفاظا على الأمن الجزائر وحفاظا على استقرارها ولكن للأسف الطرف الآخر لم يكن في المستوى المطلوب فغامر هذه المغامرات ويريد الذهاب بالبلاد إلى خيارات أمنية كل يوم نسمع أخبار أمنية والآن آخر الأخبار سمعناها على قضية عملية في حدود في منطقة باجي مختار في الجنوب الجزائري حيث تم القضاء على أحد عناصر تنظيمات الإرهابية وتوقيف شخصين منذ أيام فقط توقيفات وصارت هذه النبرة أقول لكم شيء منطق توفيق ومنطق خالد نزار هو منطق أمني بحث هو منطق استعصالي بمعنى الكلمة لا فيه منطق للحوار ولا فيه مجال للحوار ولا فيه مجال لخيارات سلمية هذا هو السلطة الآن صرنا نراها تتوجه الجيش يحدده يتوجه نحو هذه الخيارات السلطات تتوجه نحو هذه الخيارات مما يوحي على أن الطبخة فيها توفيق وخالد نزار لذلك الذي أخشى أن يتم إدخال بلتجية في وسط الحركيين أو يتم إخراج مظاهرات مضادة مما يؤدي إلى اصطدام في الشارع الجزائري بين المناهضين للنظام والمدافعين عنه وكل ذلك في إطار محاولة تعفين الأوضاع التي تفرض منع المظاهرات اتخاذ إجراءات تتمثل في حالة الطوارئ ومنع الناس التجمعات وما إلى ذلك من هذه الأمور السلطة الآن هي خايفة أن ما صارها الانتخابي ما ينجح الوضع الاجتماعي سيء ونحن شفنا كيف أزمة السيولة تخيلوا في تبسها حتى ولد الناس تظاهر واحد يخدم في الشريعة مثلا باش يروح يخلص يروح المسكيانة في أم البواقي يروح العلبيضة يمشي يمشي أكثر من سبعين كيلوماتر باش يروح يحوس على شهريته يعني الجزائريين صاروا يطلبوا أعطونا درهمنا أن ينخدموا على جالهم فقط تنعيشوا ما القاوش باش يخلصوا الديون يعني كارثة أزمة السيولة أزمة المياه صارت المياه جيهم في سمانة مرة أحيانا في 15 يوم مرة انقطاع الكهرباء ماك نقص الزيت جيين على شهر رمضان بدأت الأسعار تغني كل هذه المعطيات رايح تساهم في تفجير الشارع السلطة لا تحتمل من يطالب برحيلها هي طار نفسها بأنها ورثت الحراك الشعبي ما تسميه هي الحراك الشعبي الأصيل وأنها حققت له مطالبه على الشعب أن يسكت وهي تواصل المسيرة وتواصل الحكم هذا هو الذي يحدث حقيقة وللأسف الشديد ما وصلنا إلى وضع بائس جدا ووضع ينذر بمخاطر كثيرة مما ترك السلطة الآن راهي في اجتماعات دورية قيادة الأركان اجتماعات المخابرات والأجهزة الأمنية في اجتماعات الآن همهم كيف يتم إيقاف الحركة الشعبي أو على الأقل تأثير عليه حتى لا يكون قوة ويبقى عدد قليل الأمر الثاني هو إنجاح مسار الانتخابات ويقصدوا الانتخابات مش عدد المشاركات ولا النسبة حيزوروا فيها ويطلعوها شوي ويمرروها حتى لو كانت مثل استفتاء تعديل الدستور وكل ذلك فقط من أجل تمرير هذا الدستور بأي طريقة كانت إذن السلطة حسب المعطيات المتوفرة لدينا حسب المعلومات التي وصلتنا عن الاجتماعات الأمنية حسب ما تعيشه السلطة داخليا من لا استقرار حيث لا تملك مشروع لا تملك رؤية هي تتعامل مع الواقع بمنطق المفاجآت بمنطق عدم عدم إعداد خطة لمواجهة التحديات القائمة لا يتعاملوا مع التحدي بمزرد ما يظهر واشنديروا واشنديروا يروحوا يروحوا يتخذوا أي موقف إذن هناك مخطط أمني بحث من أجل إيقاف الحركة الشعبي وأعتقد بأن هذه الخطوة خطيرة جدا الحل دائما وأبدا هو الحوار هو السلطة تنزل من عليائها من البرج العاجي اللي راه فيه تببون والسعيد شنقريحة واللي معاه يجب أن تنزلوا إلى هذا الشعب أما إذا بقيتم على هذا الإصرار فأنتم تعفنون أوضاع الجزائر من حيث تدعون أنكم تدافعون عنها في اعتقادي إخواني الكرام أن السلطة تستعد إلى هذه الخيارات الأملية وهي تعمل الآن من خلال تجنيد بلطجية من خلال محاولة تفكيك للبنية الداخلية للحركة الشعبي من خلال محاولة زرع نعرات عرقية ونعرات سياسية وإديولوجية بين هؤلاء فيها أيضا العمل من أجل محاولة إلصاق تهمة الإرهاب إلى بعض الطيارات التي موجودة في واجهة هذا الحركة الشعبي كل ذلك هو يأتي في إطار خطة أمنية مرسومة مستخرجة من دماغ خالد بن الزار وتوفيق التي تم استعمالها في التسعينات ويرادوا استعمالها الآن وهذا خطأ كبير كبير جدا ستندم عليه السلطة كما ندم بشار وغيره على ما فعلوه من خيارات أملية أوصلت بلادهم إلى ما ترونه حذاري ثم حذاري من هذه الخيارات الحل يكمن في العودة الحقيقية إلى مطالب الشعب الجزائري تتمثل في التغيير والتغيير ليس مثل ما ترونه لأن هذا ليس تغيير ولا هو تعبير ولا تبعير ولا أي شيء هذا ليس تغيير أبدا لأن ما حدث هو دفع دماء جديدة في سلطة قائمة غيرت بعض الأقنعة من أجله أن تخادع الجماهير ثم عادت مجددا إلى عادتها القديمة على السلطات أن تتبه قلبنا على الجزائر ونريد مخرج فيه حوار فيه مصالحة بين الجزائريين فيها إرادة حقيقية لتغيير فعال يكون في صالح البلاد والعباد أما تلك الخيارات التي تستعمل فيها ربما يوصل الأمر إلى طورية الجزائر في حروب خارجية ومع المغرب أو غير المغرب وأعتقد بأن هذه هي لعبة لعبة من نيران خطيرة جدا ستحرق البلاد وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباها وربما تغرقها في مستنقعات لن ينفع بعدها الندب حذاري ثم حذاري من هذا المستنقع الحديث طويل إن شاء الله نلقاكم في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر